الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإمام بن القيم رحمه الله تعالى اعلم أن القرآن هو الشفاء التام من جميع الأمراض القلبية والبدنية وأمراض الدنيا والآخرة إلى أن قال فما من مرض من أمراض القلوب والأبدان إلا وفي القرآن سبيل الدلالة على دوائه وسببه والحمية منه لمن رزقه الله فهما في كتابه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفص دور قوم مؤمنين ويشفص دور قوم مؤمنين ويشفص دور قوم مؤمنين ويشفص دور قوم مؤمنين يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا مردت فهو يشفين وإذا مردت فهو يشفين وإذا مردت فهو يشفين ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وأعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وقل ما آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم فيه سكينة من ربكم فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين وله ما سكن في الليل والنهار وله ما سكن في الليل والنهار وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم فالق الإصلاح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها وجعل منها زوجها ليسكن إليها ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وعلى المؤمنين إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلاء وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم قذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سردا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضه ولعلكم تشكرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها لتسكنوا إليها لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون إن يشح يسكن الريح فيضلل رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم فاستجبنا له فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين وأنت أرحم الراحمين وأنت أرحم الراحمين وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وذكرى للعابدين وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادا فنادى في الظلمات فنادى في الظلمات فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وقال ربكم ادعوني وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ولقد نادانا نوح ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا رد لفضله فلا رد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله قل حسبي الله قل حسبي الله عليه يتوكلوا متوكلون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا ليحزن الذين آمنوا ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وعلى الله فليتوكل المؤمنون وعلى الله فليتوكل المؤمنون وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبر منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا وتطمئن قلوبنا وتطمئن قلوبنا وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم وتطمئن قلوبهم بذكر الله وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن وقلبه مطمئن وتطمئن بالإيمان قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين يمشون مطمئنين قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره يشرح صدره للإسلام يشرح صدره للإسلام يشرح صدره للإسلام قال رب شرح لي صدري قال رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرب كتاب أنزل إليك فلا يكون في صدرك حرج منه فلا يكون في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلِ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارِ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهِ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُوذُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وَمَنْ يُوقَ شُحْعَ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْغِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْغِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالِ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالِ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهِ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ وقل رب أنزلني منزلا مباركا منزلا مباركا وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين وأنت خير المنزلين وأنت خير المنزلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما كوني بردا وسلاما قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله أطفأها الله كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله أطفأها الله أطفأها الله أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب أني مسني الشيطان بنصب وعذاب بنصب وعذاب أرقض برجلك هذا مغتسل بارد هذا مغتسل بارد هذا مغتسل بارد وشراب هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب الله لطيف بعباده الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز قيل يا نوح اهبط بسلام اهبط بسلام قيل يا نوح اهبط بسلام بسلام منا وبركات بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من من معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم أدخلوها بسلام آمين أدخلوها بسلام آمين أدخلوها بسلام آمين سلام قولا من رب رحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحيم بسم الله الرحيم يا ذا المجد والسناء يا ذا الفخر والبهاء يا ذا العهد والوفاء يا ذا العفو والرضاء يا ذا المن والعطاء يا ذا الجود والنعماء يا ذا الفضل والآلاء يا من أظهر الجميل يا من ستر القبيح يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة يا ذا النعمة السابغة يا ذا الرحمة الواسعة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا غافر الذنب يا قابل التوب يا موفي العهد يا عالم السر يا من خلق فسوى يا من هو قدر فهدا يا من هو يكشف البلوى يا من هو يسمع النجوى يا من هو ينقذ الغرقى يا من هو ينجي الهلكى يا من هو يشفي المرضى يا من هو أمات وأحيا يا من هو أضحك وأبكى يا من هو أضل وأهدا يا أقرب من كل قريب يا أحب من كل حبيب يا أعظم من كل عظيم يا أعز من كل عزيز يا أرحم من كل رحيم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء إنك أنت الرحمن الرحيم يا أعظم من كل حبيب يا من أعطاءك شريف وفعلك لطيف يا من لطفه مقيم يا من إحسانه قديم يا من عفوه فضل يا من عذابه عدل اللهم اشفنا بشفاك وداونا بدواك اللهم اشفنا أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم أنزل الشفاء وارفع كل الداء اللهم داونا بدواك واشفنا بشفاك واحذر عنا أذاك اللهم اجعل القرآن لنا شفاء ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض واغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على كل وجع فيبرأ اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكو بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة